في تصريح خاص لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني والمهني بات خيارا لدى خريجي المرحلة الإعدادية حيث تقدم عدد من خريجي هذه المرحلة للتسجيل لاستكمال دراستهم الثانوية في القسم الفني والمهني هذه الرغبة في الانخراط في التعليم الفني والمهني لإيمانهم بأهمية هذه التخصصات وحاجة سوق العمل لها فضلا عن وجود عدد من التخصصات الجامعية التي تتطلب دراستها ووجود خلفية عملية اكتسبها الطلاب خلال دراستهم الثانوية هناك إقبالا كبيرا من طلبة المرحلة الإعدادية يرقب أكثر من 36% من الانتقال إلى التعليم الفني كما قامت وزارة التربية والتعليم بنقل كثير من البرامج ذات الطابع الفني إلى المدارس الثانوية العامة وفعلا أثبتت هذه التجربة نجاحها وإن شاء الله نستمر في هذه الانجازات في العهد الزاهر لسيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر